اشتركوا في القناة هذا الدور الذي أشاد كما قلت بالدور الذي تلعبه الجزائر وكذلك الأعضاء الآخرون في فريق الوساطة أو الوساطة الدولية لمساعدة الأطراف المالية على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الممثق عن مسار جزائر كما جدد مجلس الأمن الدولي حظر السفر وتجميد أصول الأفراد والكيانات المعرقلة لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم الخميس برساس جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مدينة البيرة وذكرت مصادر محلية نشاب يزن عفان أستشهد خلال المواجهات التي اندلعت في حي أم الشرائط وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال داهم عددا من المنازل أو عدد من هذه المنازل في الحي دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة إلى ذلك استهدفت ضربات جوية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مطار حلب في شمال سوريا ومواقع عددا في ريف دمشق مساء الأربعاء وفق ما أفدت به وكالة الأنباء الرسمية السنة متحدثة عن أضرار مادية وقد نقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله أن تلك الحدود أو في حدود الساعة الثامنة من مساء الأربعاء استهدف العدو الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار من جهتها أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف استهدف بثلاثة سواريخ مسودعات للذخيرة في محيط مطار حلب كما سقط صاروخ رابع بحرم المطار قتل شخص وجرح آخرون في شبكات مسلحة عند الحد أو اندلعت فجر اليوم الخميس في مدينة البصرة جنوب العراق بين مسلحين من سرايا السلام وآخرين من عصائب أهل الحق وقد أفادت مصادر إعلامية أن القضية عبارة عن حادثة جارمة قتل في وسط البصرة لقياد من سرايا السلام جراء الأحداث الدموية التي وقعت في المنطقة الخضراء ببغداد وخلفت أكثر من ثلاثين قتيلا قبل أن تنتهي بدعوة مقتدى الصدر أنصاره للانسحاب وإنهاء الاحتسام في خبرين مخايرة ارتفعت حصيلة ضحايا سيول والفيضانات التي اجتاحت أعدة ولايات بالسودان إلى مئة حالة وفاد بحسب تصريحات الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني من جهتها أكدت وزارة الرئيس السودانية أن الفيضانات وصلت أعلى درجات الخطر مما يستوجب المتابعة والمراقبة الصارمة من كافة الجهات الرسمية والشعبية وقد جددت تحذيراتها بتنبيه كل القاطنين على ضفاف الليل ونهر عطبرة باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وكذا ممتلكاتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها كبدت الجيش الأوكراني خسائر بشرية تجاوزت 1700 شخص و150 قطعة من المعدات العسكرية خلال يومين في خرسون مضيفة أن دفاعاتها الجوية أسقطت سبع طائرات بدون طيار واعترضت 57 قذيفة من راجعات السواريخ هيرماس الأمريكية الصنع بتزامن مع ذلك أعلنت سلطات دونياتسك مقتلة أربعة مدنيين وشرح عشرين آخرين في قصف للقوات الأوكرانية استهدفت المنطقة مشيرة إلى أن المدفعية الأوكرانية استهدمت قذائف غربية تستخدمها قوات نيتو مشاهدين ختم هذا الموجز المزيد من هذه الأخبار تسجدونها عبر مواقعنا ومنصتنا الإلكترونية الليل جزائر الإخبارية الدولية ألقاكم على رأس السعب حول الله اشتركوا في القناة